إلى ذلك كشف مصدر سياسيون مسؤول عن أن مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بيلينكسي سلم خلال زيارته إلى العراق قائمة بأسماء الشركات والمصرف الإيرانية التي يجب وقف التعامل معها وفق ما تضمنته العقوبة الأمريكية على إيران وأضف المصدر أن الأمريكيين يريدون ضمان عدم تسلل دولار من بغداد إلى طهران مشيرا إلى أن لديهم قائمة بشركات وبنوك إيرانية تعمل في العراق باستثمارات أعالية ومتورطة في تحويلات ضخمة من العملة الأمريكية تقوم بسحبها من السوق العراقية وضخها إلى طهران